السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كديرين لبس عليكم اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم العشيوة حضرت فيها الكوكود الحريرة اللي كتجرى نشوف المقادير والتحضير في نفس الوقت هنا ان شاء الله كما تشوفوا المقادير هنا 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 يعدي الكاز دية الزيت مخلط ما بين الزيت البلدية والزيت الرومية وعندي شوية الملحة وشوية سكنجبير شوية الخرقو من البلدية حميرة البزار وعندي هنا الحمص اللي انا مرقدها ليلة كاملة وقشرته فسخته وعندي العدس وحدي كاسو النص كاسو شوية دية العدس مرقدها هتا هو شوية الماء وعدي الكرافس قصد زبور معدنوس واحد اللي بصلمح كوكا واحد جوج مع القضية الماطيشة دية الحق واحد شوية تشعرية باش ندور الحريرة دية واحد من السكيلو تقريبا دية الماطيشة اللي غسلتها وقطعتها ودرتها تتسلقت درت لي واحد شوية لما تتسلقت وطحنتها على هات الطريقة كما تشوفوا معايا صافي هنا غادي نحتاجوا واحد طنجرة ما هي من الكوكوت غادي نجمع الحريرة دية الكاملة في الكوكوت وهاد الحريرة البنات را ما درتش فيها للعدومة للحملة السمن درتها الطبيعية مية في المية وقد جي البنات صحية وزوينا وجات بنينا وخما فيت شي حاجة ولكن جات بنينا البنات ها 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 هاد الحريرة غادي ندورها بالدقيق الكامل اللي كيجي صحي وزوين ومكدرها في المسران لعلمعدلة سه حاجة ها هنه درت دك الزيت كز دية الزيت كما قد لكم خلط ما بين البلدية ورومية ودرت دك البصلة محقوكة ودرت الحمص وغادي ندير العدسة هو العدس كما قد لكم ارقطتو في شوية الماء وحد خمسة دقائق ولا اكتر مهم ارقطتو بينما ارقطتو بينما وجت صافية هادي نجمع كل شي هنا في الكوكوز هادي ندير العدس وندير الكرافصة هو الكرافصة والربيئ والهم الدنوس والقزبور قررتهم مزيان رقق قررته وهدل وقتها البناء سوف يردي الحريرة واللوبيئة والعدس حاجة سخونة شي كسكسو شي رفيسة هنا القزبور والمعدنوس هادي نخلي منهم شوية شوية تان بغي ندور الحريرة ديالي بعدها نضيفهم في الاخر باش تبقى لي ذاك النسمة دي الاربيع سوف يغادي نضيف كل شي ضفة القزبور والمعدنوس الكرافص ضفة العطرية ديالي هادي نضيف ماطيشة تهيار هادي نخلي غير شوية طرر والمعدنوس والشعرية الاخر وهاديك الماطيشة ديالي الحكي اللي هنخليها تنطيطيب لي العداس والحمص هدا غادي نضيفهم هنقرب ندور الحريرة هدا غا نضيفهم هدا بغادي ندير كوكو ديالي هنطيها تتقلم زيان نديرها ونحركها مرة مرة نحركت تتقل لي العناصر كلهم يتقلوا لي مزيان وعد غادي نبللها عد منها هنالبينات غادي نجيب شوية الماء هدين نضيرها هكلا مطيشة ديالي الحكي هدين نحلها شوية قبل شوية الماء صافيغيم هدين حركها شوية نزيد لي هالقاوس ديال الماء غاكفيها بشتحل مزيان ونزيد مزال شوية الماء أنا درست واحد مجمع القناة نزيد مزال وكنت مني البنات اللي اول مرة تشوفوا في القناة ديالي ما تنسوا تشتركوا فضلا منكم وليس امران وتشجعوني باللايكة ديالكم وتعالق ديالكم بزوينان اللي كان قرام كلهم وكن نقول لكم شكرا شكرا لكم بزف اللي كانت تشجعوني بتعالق ديالكم والبنات موالين لقنوات اللي كانت دخلوا عدي نقول لهم شكرا سافل الحرارة ديالي تقلة ومزيان لنعنصير اللي درت اللي جمعتهم تقلت مزيان كوكوت طبعا غادي نزيد الماء غادي نزيد القيز ديال اللي غادي يكفيني وغادي نزيد الماء طيبة البنات ما غاديش نديره الماء بار انا درت المقراجة للماء طيب هو اللي غادي نضيف وغاستع للكوكوت طيب لي الحمص والعدس طيبه نسدع لي شوية بما يطيب المهم ما نضيفوش الماء بارد البناس باش ما يداش لنا الحمص ما ديش يبغي طيب لنا يلدرنا الماء بارد سوفيك نحرركم زيان ونسد الكوكوت ديالي ونخليها طيب لي طيب لي كل شيء وعاد غا نرجع معكم باش ندورو الحرارة ديالنا باش ننضيفو بعدها العنصر اللي بقوا المكونات اللي بقوا لنا وعادة ندورها اسمحوا لي يا لبنات بزاف على تصوير كنصور باليد واخد دامة باليد اخدتكم اياك اتتعلم تصوير بوحدها ما يدراني ما كيبركوش دي من يبقاهم مقابلين اللي هو شدو لي يا تيني فول شد منهن قا حد حيد منهن وقلت ان تعلمت انا نصوير على بوحدي عاقب له علي وصافي صافي هنا الكوكوت ديالي راطاب الحمص طاب ليه العدس انا زدت ماطيشة كما كتشوفو انا زدت اذك الماطيشة اللي ديال الحق وزدت الربيع وغادي نزيد اذك الفدو الشهوة وغادي نردها في كل بطا وحد خمسة دقيق بينما ندورها بينما نوجد دقيق ديالي بيش غندور الحريرة انا البنات كما كتشوفو معاياها هو الدقيق الكامل اللي قمح البنات حي تليدك المخالة الغلاد سافي وغادي ندور بيه الحريرة ديالي انا راها حطيت ساد هاد البواطة هادي ودرت فيها الماء سافي وغادي في هاد القيز ديال دقيق اللي غاي قدني سافي وغادي نحركو كما كتشوفو معايا ما ديرا فيها لفورس لوالو وهدي لبنات را كتجي صيحية ما كتدر لها في المصدران لمعدة لاتحاجة سافي الحريرة ديالي ها هي غلاس هادي نحيد لي عودتاني بنات هاد الكشكوشة را حيتها في فالول وده بعود تاني من لي ضفت اذيك الماطيشة وضفت الربيع والفدوش عود دارت لي هاد الكشكوشة عودت مرة مرة اخرى هذي نحيذها وعدها ندور الحريرة ديالي سافيه نحرركم زيان احنا رازربت الفيديو لبنات شوية باش ما يجي نش طويل سافيه ندور نصب الخالي ديالي وندور الحريرة سافيه ندور نخويه ونحرركم زيان باش ما يتكورش لنا الدقيق دقيق وخالي قيمحرة ما كيتكورش البنات مش بحال فورس فورس راح كتديري ضغيه كيتكور سافي الحريرة ديالي هي دورتها دبا غازي نخليها الطيب غازي نخليها شوية حتى غطيب واررجع معكم ان شاء الله سافر البنات الحريرة دياليها هي طابط كما كتشوفوا معي في الصورة جد على مزبنتها البنات وما شاهدكم فيها وكنتمنى منكم والبنات بارتجي ولي الفيديو مع الأصدقاء والأحباب اللي عجبكم طبيعة الحال اللي عجبكم الفيديو بارتجي ولي باش تعمل فائدة وطلع لي الفيديو شوية وكنشكركم مرة اخرى من قلبي شكرا لكم بزف بزف صافي الحريرة ديالي قدمتها كوية فاز لي فات ومعها شوية طمر وكنقول لكم مرة اخرى لبنات شكرا لكم بزف بزف على لايكة ديالكم وعلى تعالي قديركم بزوينين ونقول لكم بسلام عليكم ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله ووصفة جديدة وبسلام عليكم اشتركوا في القناة